السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وإلا شريك إلاه أشهد أن محمد عبد ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال الحفظ منذر رحمه الله في كتاب ترغيب وترهيب في كتاب قراءة القرآن فضل قراءة القرآن يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين هذا حديث الرؤى الحاكم وقال صحيح عشر طموس كمصحاح والعذبين رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر آيات في كل ليلة لم يكتب من الغافلين الله يقول حديث من الحديث اللي فاتت تبين عظيم فضل الله تبارك تعالى الله عز وجل عامل الناس بالفضل يعني عشر آيات يعني إذا وإحنا قل هو الله وأحد قل عوض رب الفلق قل عوض رب الناس أكتر من عشر آيات يعني لو أنا قمت الليل صليت بالليل من بعد صوت العشاء إلى صوت الفجر بركعتين قرأت في الأولى قل هو الله قل عوض رب الفلق وفي الأولى قل عوض رب الناس أنا كده قمت وصليت بأكثر من عشر آيات يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر آيات في ليلة يعني لو مرت عليك ليلة صليت فيها بأقل شيء بعشر آيات يقول صلى الله عليه وسلم لم يكتب من الغافلين يعني لم يكن هذا الإنسان من الغافلين أعظم بلاء يمكن أن يكتل به الإنسان أن يكون من الغافلين رب العزة تبارك تعالى يقول وَلَقَلْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْمٍ لَا يُصْرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنَعَامِ بَلْهُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمْ غَافِلُونَ فهؤلاء كانوا من الغافلين أعظم بلاء ابتلوا به أنهم غفلوا عن ذكر الله عز وجل غفلوا عن الطاعة إن الإنسان يصيب شيء ولا يشعر به الغافلة دي ممكن نمثلها بواحد جاله مرض وهو مش عارف أنه عنده مرض واحد بيفلس مثلا وهو مش عارف أنه بيفلس واحد بيته بينهار وهو مش عارف أنه بيته بينهار كذلك الإنسان غفل عن الطاعة واحد عمره بيمر وأجده بيمر وموته بيقترب وكل إنسان يعلم يقين أنه سيموت وكل يوم بيمر هو بيقترب من أجله يوم فإنسان يعلم يقين أنه يقترب من أجله وأنه يقترب من لقاء ربه ومع ذلك هذا الإنسان لا يستعد بلا شك الإنسان ده غفل هذه الغفلة إن لو أن الإنسان بس آم بعشر ركعات في الليلة الوحيدة لم يكتب من الغافلين يقول عنه رضي الله عنه يعني عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلاوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة مئة آية كتب من القانتين هذا الحديث على الله بن خزيمة وصححه الباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على هؤلاء الصلاوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين المحافظ على الصلاوات أن يؤدي الصلاوات بشروطها في أوقاتها لا معنى المحافظ على الصلاوات مش إنسان يدخل الصلاواتين في بعض أو حتى إنسان يأخر الصلاوات عن وقتها يعني في قول الففسية قول الله تبارف تعالى يعني فويل المصلين الذين هم عن صلاواتهم ساهون وفي قول الله تبارف تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يقون غيا يقولون ليس معنى إضاعتها تركاب الكلية ولكن تأخيرها عن وقتها فالإنسان تأخير الصلاوات على المحافظ المحافظ على الصلاوات الخمس المكتوبات في أوقاتها بشروطها قاد صلى الله عليه وسلم لم يكتب من الغافلين وده فضل مننا من الله عز وجل الله عز وجل في أكثر من الصور يقول ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضل فالله تبارف تعالى يجازي الناس بالزيادة بالفضل تبارف تعالى يعني لو وجدنا قسنا أفضل أعمال العباد مع نعم الله تبارف تعالى نجد أن نعم الله أعظم من أعمال العباد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عشان كده نحن نقول أن الله عز وجل من فضله أن هذا الإنسان مجرد محافظة على الصلاوات الخمس لم يكتب من الغافلين ثم قال ومن قرأ في ليلة مئة آية كتب من القانتين مئة آية يعني ممكن نقول سورة الواقعة ومعها سورة قصيرة على ركعتين لم يكتب من القانتين هذا الإنسان من القانتين تعرفين قنوط الوطول للقيام قنوط اللي هو حسن العبادة هذا الإنسان كتب من القانتين بأنه قام مئة آية وده فضل عظيم من الله تبارك تعالى إن إنسان يقوم بشيء يسير مثل هذه الآيات ثم يكتب عند الله يا عز وجل من القانتين مواظبة على الأعمال الصالحة النهيق بعن الفضل اللي الله تبارك تعالى بيلقي في قلب الإنسان المواظبة على العمل الصالح ذهو القيام يعني القرب من الله والأنس بجوار الله ولزة النعيم بالتقرب إلى الله عز وجل ودعاء الله تبارك تعالى لزة المناجاة في أعمال عظيمة جدا هيدرك الإنسان بهذا القيام يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة وفي رواية يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح نقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد نحن عندنا في القرآن في سجدة 15 آية 15 سجدة في القرآن إذا قرأ الإنسان السجدة يعني الآية اللي فيها سجدة فسجد أنت لما تقرأ آية تسجد فسجد يقول اعتزل الشيطان يبكي الشيطان أول من الإنسان يسجد أرغم الشيطان يقول الشيطان يبكي يقول يا ويلة هنا في لطيفة حديثية أن الرواة الحديث لا يحب أن يقول يا ويلة لا يتكلمه على نفسه فيقول لك يا ويلة مع أن الشيطان أعتزل قال يا ويلة على نفسه لكن روا الحديث لا يريد أن يقول يا ويلة أو يقول يا ويلة هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة موت عبد المطالب في قصة موت أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا عم يقول لإلهي لله كلمة وحاج لك بها عند الله يعني كموجودz أبو جهل وغيره فلزلوا به حتى كان آخر ما قال روا الحديث قال أيه فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب هو طبعا ما قال شي أنا ما قال شي هو أبو طالب قال أنا على ملة عبد المطلب لكن راوي الحديث مش عايز يقول أنا فعشان بيقولش أنا فرحال إيه فكان آخر ما قال هو على من الحد المطلق هو ده زي ده بالظبط فهنا في الحديث ده فيعتزل الشيطان يبكي قال يا ويله يا ويله عشان كده في رواية تانية قال يا ويلي قال يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فبيته فليه النار يعني هذا اللي أمر بالسجود طالما أمر ابليس في العين لما أمر بالسجود أن يسجد لآدم فأبى واستكبر وكان من كافرين لكن ابن آدم لما أمر بالسجود أطاع الله تبارك تعالى فسجد لكده الإنسان الذي أمر بطاعة فيأبى ده فيه شبه من إبليس لو كانت الطاعة دي من يعني من شرائط الإسلام ليخبر الإسلام إلا بها بلا شك يكون الإنسان يعني قرين إبليس في النار لو كانت الطاعة دي يعني طاعة من الطاعات الواجبة يكون الإنسان مرتكب معصية بترك الانتسال والطاعة ولو كانت الطاعة دي مستحبة يكون الإنسان بذلك تاركاً لمستحبة فعلاً لمكروه بترك الطاعة المهم أننا الشيطان يعني إذا ورأى ابن آدم يسجد عند سماع السجدة يحتزل يبكي يقولوا يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرته بالسجود فأبيته فلي النار أسأل الله تبارك تعالى أن يجعلنا جميع من أهل الجنة وأن يبلغنا شهر رمضان إنه لذلك القادر عليه باقي معنا حديث واحد إن شاء الله في هذا الباب نتحدث عنه إن شاء الله في المرة القادمة وصلهم على محمد وعلى آله وصحبه وصلهم